موسيقى الجماهير المصرية تحترمه كسيرا الكابتن الكبير كابتن دياء السيدة المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني كابتن دياء مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي الكريم انا اولا بهنيك على برنامجك عامل حالة حالة مختلفة انا قلتلك قبل كده في مداخلة تلفونية ضيوفك والزوم وعالشخصيات اللي بتجيبها وبتناقش قضايا مهمة جدا بس انا مش المدرب السابق انا الاصبك لان في بعضين جهاز جيه مهمة لسه لا استقل ما تلعبنيش في اللغة من اولها اهو لسه زي ما قلتلكه صعب صعب احيبسك لك في الحظ انا اقول لك حاجة لسه التالت مجايش لا مهمش جيب عندنا اهاب بجهازه ماشي انا باية الاصبك الاصبك خلاص انت صح انت كده باية الاصبك انا اللي بحسبتش انا ياسب فيها لا لا ملحيتش ملحيتش انا ملحيتش احسبه هم كانوا ثلاث مباريات بالزبط وبالمناسبة مسجات للمدربين المرشحين لتدريب منتخب مصر عشان يقول لهم ما تجوش منتخب مصر رأيك ايه في الكصة دي انا رأيي بساطة ان التسريبة دي اه يعني ما جاتش في محلها لانه ده انت بتقلم قيمة مصر اه او قيمة منتخب مصر اللي موجود معاه احسن لعيب في العالم اه موضوع مش منطقي وموضوع عارف بلدي اوي حسين بلدي اوي حسين اوي اتعرف انا قلت يا سيدة كابتن دا قلت لو حد دخل على الويكبيديا يعني المدرب اللي هيبقى مرشحة تدريب منتخب مصر خش على الويكبيديا من غير ما هيعرف ان انا 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 اتناقش منقشة جدة ما بين المسؤول عن التعاقدات وهو دلوقتي حازم وهو شخصية معروفة وشخصية مشهورة وبينواسل الاتحاد المصري وبعد اتعاقد مع مدرب اقول له لا انا مش هجيلكو علشان كروش كلمني وقال لي او عشان يعني حسن حسن انفعل حازم انه كدب دا بشدة وقال له دا ما حصلش وما حصلش وكلها يما بنختلف على مديات يما بنختلف على بعض بنود اي حاجة زي اي تفاوض عادي بيحصل فيه مناقشات وممكن يتفقوا او ممكن ما يتفقوش طيب كالوس كروش كان عنده اختلافات مادية مع منتخب مصر وحاجة معلنة مع اتحاد الكرة المصري حاجة معلنة انت ما اعلنتش دا ليه لا انا ما اعلنتش لانه اا يعني اولا انا ما جاتش عليها عقوبة دي عقوبة ام مع ان انا اللي كنت هروح المؤتمر دي اصلا كنت انت العشيلي اللي باكه من كبير دا كان ممكن تبقى اا هي عقوبة من اللي الكاف جاية على كارلوس كروش المناقشة فيها وانا استحق او ما استحق ايش هو دا الجدل اللي دا يريد بين كارلوس كروش والاتحاد الماضي. فأنا معاليش آآ أنا ليا مستحقات. عيما وده لأنا عصده وخد منعه جاي لك يعني وآآ خدنا جزء وفي وعد انه لما الحالة تتحسن أو يبقى حازم وعدنا وحتى مسؤول الاتحاد يعني قاله على فترة. على فكرة كل أنا كنت فاهم ان الجهاز الأجنبي كله لكن اتضح ان كلنا ماشيين بنفس الجدول يعني فكله. فطبعا احنا يعني يعني ما فيش اي حاجة لازم ننتظر يعني. ها هتنتظر عادي. اه طبعا. بس مش متضايق يعني. لا لا الناس يعني مش هياخدوا فلوسك يعني. مش هتحصل حاجة زي كده يعني. اه. او ما حصلتش قبل كده في مصر يعني ناخدوا. نرجع بقى. ده دي زي بيقوله المقدمة السينمائية اللي بنجيب من الاخر بس نرجع بقى للاول. نرجع. منتخب مصر مع كلوس كيروش حصل اداء معقول. مش معقول على مستوى الاداء. الناس كانت عايزة كونها ممتعة. بس كان الاداء في نتائج جيدة. نتائج مش جيدة رائعة. انك توصل لنهائي كاس الامر الافريقية. انك توصل لاخر نقطة في تصفيات كاس العالم. اخر نقطة اصد اخر ثانية. وانت توصل لضربات الترجيح وتخسر بضربات الترجيح. و اه. تشوف اسماء جديدة لمنتخب مصر. بتتضم المنتخب مصر. كل دي علامات سريعة جدا في فترة قسيرة. ما كميتش ستة شهور. رائعة. ايه اللي حصل? ليه ما قدرتوش تكسابه اتحاد الكورة. اقول لك حاجة. اقول لك ايه اللي حصل. لانك انت في العموم. على الترابيسة على الترابيسة يعني ما عندكش الادوات التحليلة المنطقية. الادوات التحليلة المنطقية لازم تكون موجودة جوة الاتحاد. وحد التحليل تحلل كل اداء لمنتخب النشئين ومنتخب الشباب. وتبقى فيه متابعات. وفي النهاية الاداء التحليل المنطقي والتحليل العلمي بتطلع سلبيات الفترة واجابياتها. وبتحسب بتشوف انا الفترة دي اللي الجهاز ده مسك فيها كان الموقف ايه قبل ما يمسك الفترة الزمنية كان فيها ايه محتوى الفترة الزمنية دي كان فيها ايه ووصلنا لإيه انا بقول انه التحليل المنطقي ده هيريح اي وحدة يعني وحدة تحليل دي لازم تكون موجودة في الحد الكورة في العموم مش عشان الجهاز ده بس في العموم لما هتكون في وحدة تحليل دي المنطقية القائمة عليها ناس متخصصين بشكل كويس وتحلل الفترة بكل ما فيها وتطلع سلبيات الفترة كذا وإيجابيات الفترة كذا ده انا بكلمك على الأساس انه انه كل حاجة كمسابقة وكحاجة من ثلاث سنين ماشي كويس ده مش موجود ده انا الوحدة دي ده انا بحطها كده بزرعها يعني صح كده عشان اقايمني بشكل منفصل عشان اقايم ست شهور صحيح اشتغالها كارلس كروش بجهازه في الفترة دي لو انت ده عملت التحليل ده منطقيا او حتى شفاهيا لانه ده مش موجود قردي انا بطلب حاجة مش موجود لبقى احلله شفاهيا نقعد في دائرة منقشة ونحلل ده وعلى اساسه اخد القرار طب انا لو خدت قرار انه مفيش الجهاز اللي وصل بالتحليل هقول لي انه فترة جيدة لانك انت اخدت ست شهور فيهم كل حاجة من البطول العربية لبطول الافر اربع ماتشات تسفى الكاس عالم بعدين بطول العربية وبعد كده بطول الافريقية وبعد كده اللي ماتش الفايصل بتاع الكاس العالم طيب انا لو ماشيت النهارده هل انا عامل حسابي على بعد كده ولا مش عامل حسابي لانك انت بتماشي فترة فنية كان فيها جرعات كتيرة جدا من مباريات من اداء جهاز مع لعيبة من لعيب اللي بينفذ بيسمع جهاز وطريقة فنية وبتعود على حاجات كتيرة جدا بيشقق ويشتغل عليها في الخلال الخمسة وعشرين مباراة اللي تلعبوا صحيح انت اخذ بالك فلما هتيجي تعمل كت للفترة دي لازم تبقى عامل حسابك ان الفترة اللي جاية وهي كانت قسيرة جدا وتبقى عارف انت هتعمل ايه وهتجيب مين والفترة دي هيلحق اللعيب يعمل النقلة دي من جهاز لجهاز فنيا ومعنويا واداءا وكل حاجة ده هيقصر حسابات احنا بنجدها صعبة انا بحس انها بقول حاجة صعبة جدا لكنها هو ده اللي مفروض وده اللي هيسهل على المسؤول ان ناخد القرار والتقيم انه انا بس هشرحة بشكل بسيط الحلقة قوله ده عشان ده شيء رائع جدا لازم الناس كلها تبقى فهمها انه هي الكرة دلوقتي ما بقيتش بس انت شفت المطش فقولت ده حلو ولا وحش شكلهم وحشين شكلهم حلوين لا فيه ارقام فيه استاتيستيكس وشفت الارقام وتحليل لعب لاعب وتحليل طريقة لعب ومنافس كان عامل ازاي هو مين ومش هو مين والفترات الزمنية عاملة ازاي الوقت اللي اشتغل فيه الجهاز عامل ازاي كل الحاجات دي بتخش في الترقيم هسألك هسألك في جمل شهيرة جدا بتتقال طول الوقت طيب يا جماعة ما منتخم مصر ده اللي عارف يكسب الكاميرون والسينغال وكو الدفوار وفي 2006 و2008 و2010 انتوا ليه خايفين من المنتخبات الكبيرة دي وليه بتدفع قدامهم ما تخشوا هجموهم وكسبوهم 3 و4 المنصات لانه 3 اربع المنصات رجعت في تغيير الكلام انه كله اللي كان بتعال اثناء شغلنا كله رجع جره احنا اسفين انه لأ وكان فيه شخصية للمنتخب وكنا بنعرف ندافع وكنا بنعرف نكسب اه مش كل حاجة كان كذا لكن فعشان كذا بقول التقييم التقييم اللي انت بتقول عليه ده التقييم الفعلي بالزبط للرؤية دي الفترة قد ايه هل تسمح بانك انت تبتدي تطور ولا هتاخد على قد المجموعة اللي موجودة عشان انا بقول المجموعة هيقول لك اه ما اصل زي ما بيتقلل القماشة بالعكس احنا كان معنا لعيبة رجالة جدا وعملوا مجهود كبير جدا وفي لعيبة جديدة ظهرت في ظل مباريات كبيرة كبيرة جدا كمنافسين يعني لكن هي المشكلة اللي ماشية على كل الترابيزات او او في كل حاجة انك انت ما بتقفش على الواقع بتاعك واول ما تقف على الواقع بتاعك مش عايز تعترف به فتعمل ايه تستدعي الماضي صح ده اسهل حاجة على اللي قاعد او على اللي بيشجع انك تستدعي الماضي احنا 2006 2008 و2010 هقولك على حاجة واحدة بس كانت منتظمة تخلي كل ده مختلف كان فيه مسابقة منتظمة كان فيه أندية مستقرة بشكل كويس الاهلي كان مستقر الزمالك كان مستقر الاسماعيلي كان مستقر اللعيبة كانت بتأدي بشكل كويس وكان فيه جماهير ويتلعب قدام جماهير هحكيلك على الرجل اللي قاله على عشور في الفترة دي يعني دي ده باند واحد انا بقولهولك مش هدخل في مرقارنات لعيبة انا بقولك على الناس فهم ان استقرار المسابقة ده حاجة سهلة المنتخب بياخد لعيب تمنين من دول من الاندية صحيح لو الاندية مستواها مرتفعة وفي استقرار في المسابقة ماشي بانتظام بشكل كويس وفي تنافسية حقيقية المنتخب هيستفاد الاول هو المستفيد الاول عشان بقى نستدع الماضي احنا كمان افتكر الفرق الدوري في 2006 أو 2008 أو 2010 بصوص وفي جمهور وكان فيه وكان فيه وحاجات كتير جدا انا بقولك على حاجة واحدة بس الجمهور يقولك انه 2006 أو 2008 أو 2010 كان الاداء مميز جدا وكان الاداء كبير جدا عشان كوالة اللاعبين كان افضل بكتير من كوالة اللاعبين دلوقتي انت حاسب الفرق الكبير ده ولا هي الظروف بس بص على طول الوقت مع اختلاف الازمينة فيه فرقات باللعب فيه فرقات هي بتبقى ايه بتبقى اجيال صحية والاجيال دي لانا ولا انت بنختارها نصيبك لانا ولا انت بنختارها الجيل بتاع الجيل بتاع ايطاليا دلوقتي ده مش جيل 2006 وجيل ايطاليا ده قابليها مثلا بست شهور أو بسوعة شهور واخر بطولة اوروبا صح فيعني عايز اقولك انه الاجيال انت ما بتختارهاش المواهب بتتوجد فيه جيل بتتوجد فيه لعيبة في اكتر من مركز احنا بقلنا خمس سنين الناس عملت بتقول فيه اتنين باكارات رايت طب فيه اتنين باكات ليفت طب فيه اتنين مش هو ده اللي بيحصل صح ده اللي بيحصل هو ده اللي بيحصل فانت بتشتغل على حاجات كتيرة غير لما تبقى متوفر لك الحاجات دي كلها اللي انت بتتكلم عنها غير كده انا بشوف من اهم حاجة استقرار نفسه الكورة وتنظيم مسابقاتها ولوايحها هو ده اللي 90% من نجاح الاندية ثم المنتخب لانه المنتخب بياخد من نجاحات الاندية والدليل انه الجماهير نفسها بتشكوا من حال الاندية يعني بتشكوا من حال الاندية ولما يروحوا اللاعبين للمنتخب مصري يقولك انه ازاي مداري المنتخب مصري مش كواس كان انت اصلا بتشكي منهم وبتشكي من اللاعبين وعايز تغيرهم وعايز تغيرهم ولما بيروحوا المنتخب فعشان كده الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها بشخصية الراجل انا كنت اكتر حاجة بتسعدني بعد ماتش ناجيريا بعد ما ابتدى الارتفاع والناس تتلمع المنتخب وشافت انه الفرقة بتقدي بشكل كويس والروح عالية وفيه ثبات وما فيش خوف ان الجزء كبير من شخصية المنتخب راجعت صح فدي مهمة جدا تبني عليها تبني على ده صحيح فده كان جزء اتعامل ومهمة جدا في فترة كارلسكوش قلت لي انه في حاجة الراجل على عشور امام عنده كم سنة واحنا بنعمل عشان هو صمم واختار ان امامي هيلعب مانش النهائي سنغال في الباكرايت في افريق كان عامل حسابه على كامل بدري تصمم واخنا بنعمل الماتريكس قالك امام واحدنا معا جلسات لوحدنا انا مرة وشوق مرة وهو مرة فاماما من نوعية اللعيبة ربنا احفظه يعني عنه شخصية وجريء وكرته حلوة فهي قدر يستخدمها والراجل شاف وصمم عليه بشكل كويس فقال لي اماما عنده كم سنة كان هو يقول عليه البوي على طول يعني عشان صغير فقال طيب ده انتم بتلعبوا من غير جمهور من سنة كام يان هرقب يان قلت له بقى من كتير قلنا له يعني من الفين واثناشر الفين واثناشر فقال يعني ده كان عنده كم سنة و اخر سنة شاف فيها جمهور كان بيلعب فين كان عنده اتناشر سنة كان كل حاجة بيحسبها في امام تفاصيل تفاصيل مهمة بالنسبة في حاجة حستها بشكل واضح انه في لعيبة كان بتلعب مع كالوس كيروش مختلفة تماما عن لعبوهم في الانداة يعني عبد المنعم الوينش عمر كمال عبد الواحد تمام عشور حتى مران حمدي وحتى التغييرات التغييرات اللي كان بتتعمل كان بتعمل بقلب جامل ماتش المغرب لما يتصاب الجنين وينزل صبحي ما فيه ايه الله صبحي اه اللي بيخلي بقى كل اللعبة دي تبقى جهنة في أي وقت طريقة تعامله برا الملعب مع اللعيبة طريقة المعنويات اللي استاذ في الشرح وطاقة المعنويات اللي بيديها بأمثلة يعني ما بيديش كلام مرسل كلام بأمثلة حقيقية كلام بأمثلة ده حصل كزا زي ايه يعني مواقف ده انا حصل في ريال مدريك كان كزا وحصل كزا 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 ده انا حصل في منشستر انا كنت في ماتش في جنوب افريقيا وحصل كزا 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 انا تخيل انت لعب بيحكي لك بمثل مثل بيشبهك بديبك يعني بيقول لك مثل ديفي بك وحصل لهم فيه من خاف وما تقلقش فيه لعبك ده فيه في اللعيب الفلاني الفلاني في موقف كزا كان بيعمل كزا ما كانش بيشوت مش عارف ايه حاجات كزا فاللعيبة خلاص بقت تسمع ومصدقه وكان بداه بيترجم جوه الملع من ارتباطهم وتجمعهم مع الراجل في التجهيز واحنا بمساعدتنا معه كان رائع لما انتو كنتم بتيجي وتختاروا قائمة لما انتخف في معسكر في بطولة انا كنت اسمع انه كل واحد في الجاز الفني كان بيبقى حاطة اسماء حاطة ليست كده باسماء وبتغطوا تتنقشوا فيها بيطلع عنا بيطلع عنا كل واحد يعني اهو كان الاماك كل ايه لا كانت كنت ترى بيزغى والماتريكس في ايدك وبتحط ونشوف طب ده لأ ليه عايز تشيل ده اشرح طب في حاجة اختلفنا عليها اللي اتنين محللين قاعدين اولي احسن اه حطيلي ده هنا كزا ونشوف مواقع نشوف نتفرج مع بعض على مواقف معينة فيقول لا عشان كزا مش هنعمل دي وعشان كده مش هناخد ده او هناخد ده طب ده نأجله للفترة لأ الفترة دي محتاجة ده لأ يعني كان كل حاجة بحساب يعني طيب يعني انا برده حسب معلوماتي فيهمت ان الاستاتيستيكس دي اللي طلعت الارقام اللي طلعت ديت هي كانت سبب الاستبعاد مثلا لعب كبير عارفين ان هو لعب كبير زي قفشة شريف طريق حامد انه مثلا انتوا اكيد اختلفتوا على قفشة وطريق اكيد مش شرط حرارة بس اكيد في الجهاز الفني عارف المنقشات على لعبة فيها مفهوم اه والتغيير اثناء البلاش ده لأ قط ده ولأ منها تغيير الشريف الشهيرة اللي نزوله وطلوه حصل ايه في التغييرة دي حصل ايه حصل ان هو اطرد في المنورة دي تمام وخلانا انا على الدك اطرد دخل قط اللبس وقط اللبس فيها التلفزيون معاكس الماتش اللي خده اقاف في النهائي اللي انا كنت واقف فيه على الخط وهو كان في المدرد فااااااااااااااا فكان مع المترجم من معاته ليه مم تعالا فنروح داخل قط الأبس مم زنيت دي التعليمات شوقي الزقنا زقنا شوقي القدام مم عايزين نعمل كذا 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 تمام مم فجات في التغييرة دي كان فاضل تغييرة كان فاضل تغييرتين مم وقلنا ننازل زيزو احنا عاملين حسابنا في ضربات الجزائق متجهزة من بدري. طبعا. فقال لا انا احس ان شريف هينزل يجيب جون. اه. شريف هينزل دلوقتي فاضل عشر تهائف اللي تشوتل الرابع. ممكن يختلف. هيجيب جون. اه. خلق خلق ما تقدرش تقول له مدرب حس ان الاحساس ده سعد بيبقى صادق يعني. الله صديق طبع لا. ومش وقت اختلاف اوي يعني. فقال الوقت جيري انا دهلي. اه. قال لي عندنا دامج. نغير مين. قال طوله قال لازم نزيزه عشان هيشو دربات الجزائق. اه. فقلت له اخو. هنغير مين. فقال لي رمضان. قلت له رمضان كان نزيزه وكان كويس. ورمضان كام من اللي بيشوه دربات الجزائق. صح. قلت له رمضان في اللستة. قال لي مين في اللستة. اه. قلت له مفيش غير شريف. قال له اوكي شريف. وبعدين بقى نتكلم عن شريف. اه. خلاص شغل. ناحية عملية. اه. خلصنا. اول هو ما بعد مكسبنا. هو جيري من جوه جيري على شريف. واعتظر له حضنه. انا رحت المؤتمر انه هو كان مطروط. قال لي اول حاجة تقولها في المؤتمر. تشرح موقف اللي حصل لشريف. وتقول كذا وكذا وكذا تشرحه بالزبط يعني. واعتظر في قط اللبس والدنيا والشريف. بصراحة ما خدش وقت. كان من دقيق طبعا. اه. لكن ما خدش وقت كتير. الفرحة والمكسب. اه. لكن. الحاجات دي بتحصل. اه. فكان فيها مدولات ده بيحصل في المناقشة الماتريكس نفسه. او القايمة اللي احنا بنشتغل. ما بيبقاش فيه. اختلاف كتير. طول الوقت. طيب. فيه اتنين لعيبة. كله دواعي فني. مفهوم. فيه اتنين لعيبة دايما. مش مفهوم عملك. لا والله مفهوم. بس فيه اتنين. بالعكس على الفكرة من اكتر. انا لو شفت لي سعيتها يا كابتن دي. لا لا. على تويتر تحديدا في كوزي محمد شريف دي. قلت المدرب عمل الصح. ما في النهاية هو اخده لبعض الوقت. وشريف مش هشوت ضربات جزائب. فهو لازم يضحب واحد. وخاص دي اخذ دي. في الشغل الزع الممنوع. ما فيش منفخر. اخلاص بنعني وعني. وشريف تقبل وتزرنا له وتقبل ده والامور مشت يعني. انت واخد محمد شريف وهو هداف الدوري. ونحاة تانية فيه مروان حمدي اللي هو كان بيعاني شوية مع نادي الزمالك. مش اسم كبير كمهاجم في الكرة المصرية. مصمم على مروان حمدي. والعالم كله يتحدث. والعالم كله يتحدث ان محمد شريف هو اللي مفهوض يا لعب. من ديوان هو مصمم على مروان. وشايف فيه مميزات هتبقى ممتازة. وشايف فيه انه كان دايما يقول يعني في اساس الاختيارات كان دايما يقول اوعى وانت بتختار عينك تبص الانديه. انت تختار اللعيب اللي يصلح لمنتخب مصر. احنا هنا منتخب مصر. كل الانديه لها احترامها والانديه كبيرة بخبرات لعبتها لها اولويات في حاجات. لكن فيه اختيار هو من ضمن الحاجات اللي كان شايف انه مروان رايح لحتة كبيرة. طول الوقت شايف انه رغم انه مروان عمل معانا الى حد ما لكن مش المستوى هو مخلي حالة جدل. صح. لكن طول الوقت عنده صخف في مروان. طيب انت اكيد كالجهاز فني حراك عدو في الجهاز الفني وبقى الاعضاء الجهاز الفني كنت بتسأله. انت شايف ايه في مروان واحنا شايفين مثلا ان محمد شريف ممكن يعمله. اكيد قال لك الاسكيلز او المهارات اللي عند مروان. انش اقول لك. لا هو. هقول لك ليه مش هقول لك. اه. هو قال حاجات كتيرة احنا مقتنعين بيها يعني. اه. وكلها مقتنعين بيها. وموفقناه في الرأي في الاخر في النهاية احنا جهاز واحد. اه. التفسير عندنا دايما خاطئ. اه. دايما ما هو في موضوع شريف وقفشة مين اللي كان بتشيت. من الجهاز المعاون. طبعا. ما تقول له. ما تقول له. ما تقول له هوا ما عرفوش اه. هوا انتوا قاعدين خيال ما ياتلى. لا يا ما ديوف جم. يا ما ديوف جم. اروي نفس الجم. ايه. مش مش واخدين بالكم ان حاجة. ماشي عام. فعادي. هو قال. قال ما تشيت. وين مشكلة. هو عمري فيه اتفاق على حاجة. لكن ما فيش اي مشكلة. عشان كده لما كان بتسئل في المؤتمرات الصحفي. كان بقول ما حدش تكلمني على العين. كلموني على منتخب مصر. حدش تكلمني على اندية. كلموني على منتخب مصر. احنا هنا. انا بتكلم على كل منتخب مصر. كل الناس تصلوا. هاخدوا المرة دي. مش هاخدوا المرة ده جاية. هاخدوا اللي بعدها. وده حصل. مجوش. وبعد كده جوم تاني. كده يعني. طيب. عايز اخدك في حتة فنية. اربعة ثلاثة ثلاثة. اللي كان بلعب بها كالوس كروش. هي خطة غالبا. المنتخبات الكبيرة في العالم. او الفرق الكبيرة في العالم. بلعب اربعة ثلاثة ثلاثة. كان في جملة شهيرة بتتقال طيبا. في كل الاماكن. في كل البرامج. وبتسمعها حضرتك. وبتسمعها عند الناس. هجماعة اللعب المصري. يقف العب اربعة ثلاثة واحد. لازم تحط لي صانع. ما هو ده اللي انت وزمالك اللي بتفرضوه. انت وزمالك اللي هي المنصات والستوديوهات التحليلية. انا في اخر خمس ست سنين انا بحسيت انه انه كلمة رقم عشرة دي اهم حاجة في الكورة. في الاكل والشرب. فبتدلعوا اللعيبة. اللعيبة اللي لما يبقى لعيب كبيره على المستوى الدولي. لما بكون انا ما بغيرش مكانه مثلا من فرود لسردباك. هنا تنقضني وتشرحني انت اخب بلك. لكن لما بتكلم على لعيبة نص الملع. ادوار. لما بتكلم على لعيبة نص الملع. ليه ما تلعبش? انا بغير ادوار بس. ليه ما تلعبش? ليه ليه? فانت بتيجي على الجهاز. وبتيجي على الناس عشان تدلع اللعيب. ما تدلعش اللعيب. اللعيب لازم يتأقلم ويعرف انه لازم يقدي دوره طالما هو لعيب كورة كويس. انا بتكلمك على دائرة نص الملع. ما بكلمكش ان انا مثلا بجيب افشة اقوله انت هلعبك رايت عشان انت بدني عالي وهتزحل لا وهتعمل لا ما وقتش كده في منطق في التغيير في منطق حتى في منطق شكرا ان انت قلت افشة عشان انا كنت هسألك افشة فكنت هتقولي لا ما تقوليش افشة لا 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 افشة خبالك والله افشة بيلعب الاربعة ثلاثة ثلاثة كويس بس هو من كتر وبرده اللعب لازم دماغه تعلى شوي الكلام ده افشة حبيبي بنقوله لغيره لانه انت لازم مع التطوير تتطور ما ينفعش يعني انت يا نمر عشرة يا بلاش ومسلمين لما لايب اربعة ثلاثة ثلاثة ايو مثلا لما تقدي وحش مثلا في نمر عشرة هيعزروك ما هيقول انت وحش برضه لكن لما تتعود عالطريقة بتاعة المدرب والمدرب شايف ان دي قفية حاجة للتيم وان دي هتفيد التيم في جوانب كتيرة جدا انت لعيب كورة انت المفروض انت تأقلم على ده مش انت تيجي تقول المدرب ما بيلعبش اللعيبة في اماكنها عشان من عشرة لثمانية صح انت فاقف صح لا احنا احيانا بنعلل اللعيبة على المدربين مش صح مش صح معين 90% من المنتج مش بتاع الكورة بتاعنا احنا بس بتاع كل لعيبة العالم 90% من المنتج الكورة من اللعيبة هو اللي بيجري هو اللي بينفز وهو اللي بيسمع اللي بتقال وهو اللي بيركز هو اللي بيعمل لا وكنت عايز حاجة بكامل دي كمان انه كلمة رقم عشرة دي اصلا بش موجودة في العالم يعني لا برجاء مش عايز اقول اللي هو اصطناع الالعاب هيقولك ما هي موجودة عندنا هي ماشي عندنا دي عام لا يعني ما فيه تطوير او لايز نور عليه وبعدين تطوير مش مزعج مش تطوير اللي هو زي ما انا بقولك ان انا بغير مركز جبار او حاجة بعيدة خالص على المواصفات السردباخ مثلا انا اجيب واحد فرود او واحد اقوله اعمل دي لا بتختلف طي ممكن اقولها لك بحتة فنية تانية واسمح لي ان انا قفتي شوية كابتن دي لا قفتي يا انت رقم عشرة حبيب قلب لا ما رقم عشرة ما فيهش موجود دي الورا رقم عشرة رقم عشرة رقم عشرة وقع بالهولنا برنامج التمانيتين تايما في اربعة تلائية 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 في اي حتة في العالم لاهم اختصاصات ولاهم ادوار طبع ولاهم مغارات كثيرة عشان تلعب اربعة تلائية تلائية لازم اتنين التمانيات دول يبقى ميزين عندك دفاعيا وهجوميا طبعا المفروض ده حسين احنا وده احنا كنا بنشتغله من البطولة العربية صحيح ما انا هكمل لك حسين انه الخطة دي مش راضي تترجم هجوميا بسبب الاتنين التمانيات محتاجة وقت بتاخد الصفة الدفاعية اكتر صح كده طبع عشان كدرات اللعبين طبع عشان بس انا كدراتي دي التعود احنا اللعب بتاعنا عشان تطلعوا من اللي هو متعود فيه تطلعوا كده لازم بالدم عارفش محمد بسويلا ما هو مسج في الارض بالعافية هو مسج فاللعب بتاعنا عشان اللي هو الحاجة اللي متعود عليها عشان تأقلمه وتشغل مع انه هقولك على حاجة كلام ده حصل انا بحبش اقعد اقول الفترة بتاع بفايلر حصل في الفترة ايضا شكل كويس صح صح ليه بقى المدرب الوحيدي اللي جينا للاهلي خد فترة عمل فترة اهداد مم فخد وقته في الشغل مم اللعبك هتقهد شوي اشتغل صح فهي محتاجة وقت انت بتحبش تقول فترة بفايلر دي دايما عشان موسيماني ولا عشان لا لا موسيماني فترة اشتغل فترة قال ليه ايجابيات كتيرة جدا 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 بحبها لا اصله انا بحبش استدعي الماضي اه اوك ما بحبش انا عايز امشي القدام عايز امشي القدام مش معقولة كل ما نتزنق نستدعي الماضي طيب والماضي مش هيجي مش هتمشي صح مش هيمشي لا انت ادفع الناس انها تتقدم ادفع الناس انها تتعلم انها هتمشي في الجو اللي قدام الواقع الجديد اشتغلوا اعرف الجو ما الشهيرة اللي كنا نبقى من انتتخلم عانا ليه بتاعت احنا حضارة سبع تلاف سنة حلو ان احنا حضارة سبع تلاف سنة ماضية عايزين نبقى حضارة سبع تلاف سنة قدام ما مغوزهاش حلو ان احنا عندنا تاريخ كويس بس يبقى عندنا تاريخ تاني لازم تمشي قدام هو انت طول ما انت عملت السرع الماضي هتلاقي فيه ناس جاية تسبقك صحيح ناس جاية تسبقك عملت السرع في الماضي وتقول احنا كسبنا التلات بطولات بالمحليين ماشي ده معناها ان لما يبقى عندك عشرين محترف مش هتكسب تكسب انت عارف معناها دي لما تقول احنا جماعة عايزين الناس تحترف سهلوا الاحتراق يقولك لا ما احنا كسبنا ترجع كسبنا ماشي ياسيلي كسبنا المحليين لكن القعدة الناجحة انه يبقى عندك كم كبير من اللعيبة المحترفة زي السنغيال 23 محترف زي نجيرة 23 محترف زي بوركينا فاس زي قيمة المنتخب 23 بس هم عندهم 500 محترفين عندهم 500 انت فاهم قصلي التفكير اللي بيعطل الناس صح او اللي بيعطل اللي عايز يشتغل صحية انت بتضغط انك لا هي بالمحليين لا يا عم احنا عشان كده النهاردة تلاقي تريزيجي عشان طموح اللعب وهيلعب في بطولة اوروبا مع نادي ترابزون بيروح ب4 ونص مليون استردين تيجي تقول ايه ده ده النادي الاهلي مثلا او النادي الزمالك او النادي فيوتشر او النادي فاركو وعندهم اجانب بتسمع كم ارقام قريبة ارقام قريبة اه ارقام قريبة طب طب احنا واقع صح لا طب ولا احنا مش عارفين احنا واقفين فين صح طب بمناسبة المحترفين ليه الجملة الشهيرة ليه ما عندناش محترفين كتير في اوروبا هل ده سببه فقط انه احنا كأنديا مصرية ما منرداش نسيب اللعيبة ولا سببه ان احنا فعلا في مشكلة عندنا في القولات انه ما يطلعش اوروبا انت عندك اللعيب تفكيره متقوقع وجات لنا للمصيبة بتاعت السوشيال ميديا فبقى حاضن التليفون وحاضن الاراء اللي موقودة وحاضن الترنت وحاضن فمزنوق في فثقافته قال عملت ايه اللي طب يا سيدي عندك لعيبة كبيرة اشتغلت بنفسها محدش رتب لها لمنظومة احترافية عملت حاجة لصلاح ما عندناش منظومة احترافية ولا منظومة اندية ساعدت في حاجة ولا حاجة انت اخبلك انت عايز ايه وهو ما تبقاش انا بسهل وانت مش عايز كلعيب فهي تفكير بقى العموم تفكير صغير قد كده انت ايه رأيك نفتح الاجانب في مصر في الدول المصري او لا نقفل انا ما عنديش مشكلة في ان تفتح لانه اللعيب الكويس هينور في وسط اي حد وخصوصا ان احنا ما بنجيبش اجانب واو يعني يعني احنا بنجيب اجانب يعني على الليفل قليني صحيح فسبعة زي خمسة زي ست احنا عندنا الناد الان اللي يبقى له خمسة سنين بيجيب اجانب بيمشوا كلهم صحيح فعندنا مشكلة في عاملية السكاوتينج والاختيار و دع سيوي يتقلك انه لما هنجيب اجانب كتير في الفرق المصريك هيا بنقصر على منتخل مصر والله اللعيب الكويس هيبقى موجود على الليلة لكن انت لو جبت ليفل كويس الدوري هيعلى بالمصري هيعلى كمان الله عليك طبعا هيعلى لا هيعلى هي مش مسألة عدد هات اجانب كويسين واعلى باللعب المصري هتلاقي بعد كده كمان انا لو عندي فرصة اهلي او زمالك انا اجيب مجموعة اجانب كتير تحديدا الاهلي وزمالك اشان هم اللي بيدفعوا اكتر يعني اجيب اجانب كتير فانا بقى عندي فرصة ان انا سيب اللعيبة بتاعت المصريين يحترفه في اوروبا ما هي استراد وتصدير بالزبط ان انا لو فضلت تقول لي متجيبش اجانب فاحنا كلنا اعملية خانية على اللعب المصري هي وسع الدايرة هو يسيب المصري وتاخد منه فلوس حتى لو جزء باللي انت ما بتديره مش صح يعني وهات اللعيم الليفل كويس الليفل اللي هو زي الليفل اللي في السعودية اللي هو ايه على بيك الليفل اللي في السعودية الليفل عالي عشان كده تلاقي الدورة عالي والدورة قوي وخلص اخر ماتش ده الليفل عالي انت اوخي بالك والسعودية خالت اسيا وراحكس عالم يا منتخبهم ما تأثرش لا ده مستوى اللعيب عالي انت اوخي بالك منافسات قوية صحيح لسا مكملين هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن الكبير كابتن ديواء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر بعد هذا الفاصل خليكم يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى كابتن ديواء السيد كابتن ديواء قلتلي قبل الفاصل انه محمد صلاح كان بلعب دور عظيم جدا ومهم جدا 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 فاني كمساعد لي انه يحوط على اللعبين وانه يحفز اللعبين انا كان بقالي فترة ما تقابلتش مع صلاح في معسكراتي مهم وبعدين شفتوا بقى كقائد كمان مهم كان لي دور كبير جدا مع اللعيبة ومع مساعدتنا في المعنويات بتاعت اللعيبة اه الكلمة اللي اتكلم فيها في المؤتمر قبل ماشي صح اللعاك طبعا اه لما قال انه الكسة مش اهلي وزمالك وانه انتو ساندر من تحت وشتجعوا اللعيبة لانه كان شايف اللعيبة فيه فيه كلام ومتأثرين صحيح والوقت ده كان الهجوم كان مبرر طبعا لانه احنا كنا سائقين جدا في الدور الاولاني ماشي ناجير يا تحديدا كنا متوسطين في السودان وغينيا لكن هو كان شايف انه احنا محتاجين الدفع دي واللعيبة كانت محتاجة ده لأ ساعدنا في مواخف كتير مواخف مع اللعيبة مواخف بعد ماشي صحيح العاج ما اصل زهو شوية والناس كانت فاكرة انه ماشي المغرب اسهل من صحيح العاج وهو ضحيئية على فكرة دي من اقوى الفرق اقوى من كل اللعبناهم صحيح العاج كد فوار كد فوار أقوى من الفرق كلها بس اللعيبة مغرورة كد فوار بعد ما كذبوا جزاير نازلين مغرورين شو طيب بالمناسبة مباراة السنغال سواء في كاس العام الأفريقية او حتى المباراة الاولى والتانية في تصفات كاس العالم يتقال انه انت ليه ما كانش عندك ردة فعل هجومية مباراة الزياب كنت بسجل الهدف تنما تسجل التاني وانت في الكهرة وسجل التالت انت سأل اسمعتم هلا طبعا وإحنا كنا نتمنى ده ومباراة العودة انت دخل فيك جنج طب كان فين رد فعلك بعد ما دخل فيك طب فيه رد فعل في الشوت التالت والرابح زيزو ضايع كرتين ومروان ضايع واحدة لكن أنا بشوف ان احنا التالت متشاط قدناهم بشكل كويس كسبناهم واحد وكسبونا واحد وبعدين ضربات الترجيح اللي هي خمسين خمسين كان لازم طبعا اقل اقل لان المنافس قوي جدا جدا يعني لا مفيش عنترية ومفيش فتحة صدر بس انا اللي وصلتله بالواقع ده حاجة حاجة كبيرة يتبني عليها للي جاي انتوا اخب بالك انك بقى فيه ثقة انك بتلاعب كل النجوم دي وبقى وصلت معهم لدربات ترجيح يعني في النهائيتين النهائيين وصلت لدربات ترجيح طيب الشكل الخططي بتاعنا كان شكل محترم وحتى احنا قلنا في اللي سوداءات والكلام ده كله عادي مسلسات بتتعامل حلوة دفاعية وفيه شغل حلو تك تك بيتعامل فيه حاجات واضحة فيه شخصية واضحة وفيه شغل فني معروف اللي بيحصل حتى لو مش عاجبك ومش ممتع بالنسبة لك وش مفوش كرة ممتعة بس انت فاهم اللي بيحصل فيه تحفيز حاصل في الملعب بشكل كويس بس فيه بقى التفاصيل المهمة نيجي نستلم ونسلم بنتخد نيجي نطلع بالكرة فيه اوقات مش كل الاوقات حصل ماشي نه مش ماشي حصل حصل انا بقولك نيجي نطلع بالكرة من المقاطق الدفاعية مش عارفين نطلع بالكرة عامين متحصرين مش عارفين نوصلها لدنحية الهجومية في المقابل المنافس اللي بيلعبك كل حاجة سهلة كل حاجة مش بقولي نهو بيوصل لك بسرعة فرق قوة لكن برضو كان فيه توتر زيادة وكان حرص على عدم انه يدخل في الجون يعني انت فاهم كان فيه حرص عشان كده انا بقولك ريئتنا في الفترة دي كانت تباني انها دفاعية اكتر كانت واخدى الوظائف الدفاعية اكتر لكن انت ما تقدرش تدي الجرعات كلها مرة واحدة مع منافسين احنا لعبنا خمس منافسين الاقوية وهم بتوقف افراقيا وكلهم بواطي بواطي واخد اتنين في بطولة العرب بزاير وتونس فالمرحلة دي المرحلة اللحقة بقى مش عايز اقول كان لانه خلاص الموضوع انتهى هي تقسيمة الكرة تقسيمة العمل بتاع كرة القدم اللي بيحتاج وقت كده انت جاي بتبني شخصية المنتخب بتبني بعض الانتصارات وصلت الانهائيين كانت حاجة جيدة لانه خد بالك انت كنت عايش انت هنا في مصر واحنا في الكاميرا يعني انا سمعتها حتى من الاعلاميين احنا مش عايزين اكتر انت بعد ما انتش كد في وار احنا كده الحمد لله كده مية مية الحمد لله اعملتوا اللي عليكم جدا عديت المغرب لا خلاص بقى وعملتوا بطش حلو اوه ده من المغرب انتوا عديتوا دفاعين وهجومية عديتوا البلد المنظم كم؟ لا بقى احنا عايزين بطولة بقى ما هنفعش انت لعش متولة فابتدى التغيير احنا اللي عملنا ده صح اللعيبة اللي عملت ده صح تغيير النغمة من انك تطلع وانت راضي من دور التمانية او من دور الاربعة او من دور ستاشر انك تطلع وكل الناس راضية بهذا بدا الى انك لازم تاخد البطولة اصلحنا في 2006 يرجع فوقعنا في المشاكل الجدلية وانا في المشاكل الجدلية فعايز اقولك ده التحليل المنطقي اللي انا اتكلم عليه جيل العظيم مع الكابتن حسن شحاته جيل منتخب الشباب العظيم مع الكابتن حسن شحاته ابتدى يشتغل كتير كتير لحد ما وصلنا ل2006 و2008 و20010 وده كان النواة اللي كسبنا بها هذه البطولات مع الجيل بتاع الكابتن شاوء غريب قبليه اللي بالنواة دي ادرب الكابتن شاوء غريب منتخب مصر بعد كده بعد الكابتن حسن شحاته وده لوقت النواة بتاعت منتخب مصر فيها احمد حجازي فيها محمد النيني فيها محمد صلاح فيها عمر جابر فيها اخرين فين بقى الكابتن ديواء السيد من تدريب منتخب مصر واحنا بنمشي مدرب لو انا اللي باختار انت مشيك كروش ديواء السيد يمسك منتخب صحي كتير يا اسهل اجابة جاوبتها لي في حياتك انا بقولك لو انا اللي باختار لو في الدنيا سالك لو حتى عايز تجيب مدرب اجنبي بتشتغل مرحلة الاولانية ورغب ان انا شايف ان انا قادر يعني وبعد كده تجيب براحتك وتبقى الدنيا براحتك وانا كنت هشتغل بنفس الرتم اللي كنا شغالين بيه ومعاك عصام ومعاك شوقي وانضبم تاني ومعاك المعللين وانا اشتغل بنفس الجرعة بنفس الجرعة جرعة الشغل بقى القاتل اللي احنا كنا بنشتغله اللي انا تعلمت منه حاجات كتيرة جدا بالمناسبة وكاد هتمشي وتعدي الفترة دي واعمل اللي انت عايزه بعد كده انت كابتن ضياء مهاراتك الشخصية بعيدة عن الفنيات حيث ان انت ما عندكش المهارة اللي هي بتاعت انه اجماعة انا موجود شهادة وفاة بابا هي مش محتاجة مهارة انه ليه الناس مش شاهده على فاكرة مش بتكلم على الفترة دي بس انا بكلمك حتى من ايام بوب برادلي لما مش بوب برادلي لا ما عندنش المهارة دي ما عندك شفت اعترفت 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 بصورة ايه بقى هي المهارة انت اللي تقول لا بس اعترفت لي ما عندش المهارة لا لا ما عرفش لا تبقى يعني كل حده ليه دماغ في اختياراته بس الطبيعي انه راجل معاك جيل ده كله بتاعه وفاة مفهود يشتغل بيوم شوان فيش اجيال بتاع تحد هي لعبة مصر كلها طبعا قدوا اكتر فترة معايا وطلعين معايا ويعني شافوا او انا شفتوا منهم كل وساعدتك انهم جزء كبير منهم مستمر بشكل كويس يعني طيب لو عرد عليك تبقى موجود في جهاز فني جديد لمنتخم مصر اجنبي تاني مش هيجبوني لا ليه؟ لا انت عملت ايه؟ لا ما عملتش حاجة بس الاتحاد مش هيجبنا انا يعني لما الراجل طلع قال طول الوقت بيقولوا غير جمعة وضية وشوية غير ضية وجمعة وشوية طب هيجبوني دلوقتي يعني انت دلوقتي شايف انه هما مش هيجبوك لا لا مش هيجبوني طبعا انا عارف اه اممكن اكون متزعلهم بس معارفش متزعلهم في ايه؟ مش اعارف تصريحات وتمنى ان انا مكون انا بحيبش تزعلحد اه اتمنى لو حد ازعلني ارجوك متزعلش انا بقولها على هوة يعني لو حد ازعل مني في حاجة ارجوك متزعلش شение عشان هتشتغل في المنتخ POLlementessaten الجهاز الجاي؟ لا 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 مش عاجز اشتغل لا انا مش هاشتغل انا بعلن انا مش هشتغل في الجهاز ا اصلا او لا انا بقول لي انا بحب مش حد يزعل مني انت عارفني انت صاحبي طبعا طب انت بتقول لي انا بعلن انا مش اشتغل في الجهاز انت قوتيه الاول عشان مش عايزيني طب لو عرضوا عليك يعني خلاص هم اللوتي مزعين منك وعرضوا عليك تبقى موجود مش عايز اشتغل دلوقتي في الوضع اي ده لا لا مش عايز نبحث عن تجربة اخرى زي المدربين اللي ما بيقول لك ايه ايوة نبحث عن تجربة انا هقعد اريح شهر اه وبعدين هرائب اه ايوة او انت كده كده عايز اشتغل انا عايز اشتغل طبعا لا لا لو اجيلي شغل بكرة اشتغل طبعا طبعا فيش حد يحب الشغل يا انا لا لا طبعا طبعا بالشفاءة شغلانة انا مش اتغلين بس لا 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 طبعا طبعا كابت الناقب جلال رايك ايه في اللي حصل كله معنا ظلم ام ظلم وآآ وآآ يعني اتظلم بشكل كبير جدا سواء في الفترة اللي اشتغل فيها انه ملحقش اشتغل ملحقش يدي اي حاجة او في الطريقة اللي مش بيها حاجة طبعا فنيا وانسانيا وكل حاجة غلط حصلت في الموضوع ده كلمتوا مع بعض في ايه اللي انتو اصلا اصدقاء وانا ما تكلموش لا ما كلمتش في ايه ما فيش ايه من اقش لكن انا بقول له انت مدرب كبير وان شاء الله ربنا اكيد ما بيعملش رائع خير ايه رائعك محمد شاوي شاوي مكتهد وشاطر ومدرب كويس جدا واتمنى انه يمسك المنتخب الولمبي حلوة دي تتمنى ان يمسك المنتخب الولمبي انا قلتها الحازم على فكرة قلتها من قبل ما اشتغل قلتها يمسك المنتخب الولمبي مناسب جدا شاوي اتربى في المنتخبات اشتغل فترة كويسة جدا مع شاوي اشتغل فترة كويسة جدا معنا اعتقد انه هو خلاص جاهز انه اشتغل في يمسك المنتخب الولمبي وعايز اقول حتة بتاعة تغيير الوجوه وتغيير 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 مدارب المنتخبات خبالك خبراته في المنتخبات بتفرق عن حد جاي ودائما أنا بشبهها تاني أنا قلتها قبل كده في الإعلام وبقولها يا كريم لو ابنك تعبان هتوديه لدكتور أستاذ دكتور ولا لطبيب امتياز أستاذ دكتور ولحد ما تبيجيب الامتياز تجيب الأستاذ الدكتور في المنتخب لأنك منتخب أعلى حاجة هو تجيب معاه طبيب يمتياز صحيح يتعلم يتعلم وبعدين ينشف شوق يخد المراحل دي أنا خدت المراحل دي كلنا خدنا المراحل دي لما رشحت الكابتر محمد شاول الكابتر حزيبام ان هو يمسك المنتخب الأوليبي قبل ممطش السنغال ما كنتش عايزه هو موجود في الجهاز الفاردي معك احنا كنت عارف ان احنا هنقعد ولا هنمشي ولا من العكس ما انت كنت فاكر انك هتقعد لا 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 ما كنتش فاكر في دي وانا بفاكر حتى حازم سألني قال لي انت شايف ايه في شوق فقلت له كل حاجة فنية كل حاجة بأمانة يعني شوق كان دايما اللي سألتك السؤال ده انه دايما كيتعلم العلاقة بين الكابتن دي وكابتن شوقي مش علاقة جيدة تعال علاقة جيدة جدا لا ما انت عارف علاقاتي وانا ما اكبر الصغير فشوقي كبير يعني وعصام طبعا عشان عصام مجميل يقول لي ما كلمتش عليا ما كلمتش عليا ما كلمتش عليا ما كلمتش عليا ما قولتش عليا حاجة عصام هيبقى ومدرب بوكادر كويس يعني هيبقى اه طبعا لا ماشي بشكل كويس ويدرس وماشي بشكل كويس فشوقي انا بشوف لانه المنتخب الأولمبي تظلم واللي هيجي هيتعزق لانه انت عديت حوالي خمس أجندات من ساعة ما مشيت كابتن شوى غريب وده ما كانش صح كنت تخليه يكون المنتخب انت دلوقتي ما حدش يعرف أساس المنتخب صحيح اللي هو المفروض يبقى معروف السنة اللي جاية كلها فيها يمكن لو لعبنا في 11 التمهيدي هو مش هنلعب غالبا عندك حوالي ثلاث أجندات مش كفاية لو لعبت في مارس هيزيده كمان أجندة في يناير أو في ديسمبر بس ديسمبر هيبقى فيك السعالة بس ممكن تجمع الناس فهيتعب جداً فشوء موجود في المطبخ يعني انت في المسيرة النجحة جداً سواء مع المنتخب مصر أو مع النادي الآلي كان عندك شوية حاجات كده توجع يعني دولي 2003 مع الآلي بتاع بونفرير مطش الستة واحد الشهير مطش غانا برادلي وهو لازم تاخد المطبات دي علشان عضمك لين? انا واحدة في يوم كانت السئلة غانة طبعا. ستة. غانة والسنغال. لان السنغال كلنا كان لدينا احساس انت ورايبين. والاحساس قرب اكتر اول ما روحنا لضربات الترجيح. خلاص بقى? اه. وانت عملت اكسب بضربات الترجيح كمان? اه. ومخلي سلاح وزيزو اللي شهده فيها ودي كت كانت مؤلمة طبعا. اه. الغانة الاول بعد كده السنغال. اه. انت بقى فين من النادي الاهلي? انا موجود في النادي الاهلي. اه. ودايما في النادي الاهلي. اه. والنادي الاهلي ابناءه كتير. كتير جدا. بس مش كلهم ديقاء السعيد. لا يعني مش كلهم ديقاء السعيد لكن. ابتكلم على سيفيو تاريخها. كلهم لهم احترام ومعاسمات. اي وقت في النادي الاهلي. هيحتاج في مكان. هفيد في النادي الاهلي هيكون موجود على طول. اه. اللي موجود انا في ظهره على طول. اه. سواء مجلس ادارة. اه. 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 في ظهرهم. اه. وادعمهم طول الوقت. معاهم. اه. زي ما بيقولوا الجمهورنا على الحلو والمر. معاهم طول الوقت. اه. عشان كده بقول لجمهورنا يصبر. ويهدأ. مش وقت مهاجمة لعيبة. اه. لان لعبتك دي. احنا شفنا معاهم ايام كويسة في البطولات. وما تهجمش وتقول يتسرحوا. هتسرحوا هتجيب انت عندك دايما طول الوقت تقول عندي احسن لعيبة. طب لما تمشي عشرة. هتجيب من ما انت هتجيب. طب بص حواليك كده غمت حواليك كده. ايوه. هتجيب منين. كمان من كم يوم هتجيب مين. احسن من اللي عندك. كمان من كم يوم. اللي عندك بيمر فترة. صح. والفترة دي هو فيه جزء كبير مسؤول عنها كلعيب. اه. وفيه جزء مش مسؤول عنها. تغيير المدرب في وسط الموسم ومدرب تاني جاي. اه. موسم او تلت مواسم. تنظيمه سابقة سائق جدا. اه. فيه ضغط على اللعيب. اللعيب بتاعنا. استحالة تقول لي لعيب مصري عضلته تستحمل كل هذا الضغط. صحيح. ما عندناش العضلة دي. مش مسألة تقولك ما تقوليش اجهاد عندي تلاتين ماشي. التلاتين ما اتمرنوش كويس. صحيح. فترة موسماني من سلبياته. ان ما اخدوش المصطرة الواحدة في التجهيز. كنا شغالين على خمستاشر ستاشر اللعيب ضغطين 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 ضغطين. ومش شغالين على دول حتى من من بره في الاول دور. مش شغالين عليهم. ان احنا نجهز. نجهز بحيث انه لما تحتاجوا يبقى في نفس المستوى ده. صحيح. هو ده الطبيعي. صحيح. انك انت في قائمة الناد الاهلي. اول ما تنزل تبقى في مستوى اللي بقى له. بس النحية التدريبية ما كانتش عادلة. بالنسبة للباقي. عشان كده بقيت عامل في مستوياتك زي رسم القلب. صحيح. طالع نازل طالع نازل. صحيح. ده وقت. واللعيب على فكر. انت لازم تستحمل كل يتقل عليك. لان انت في مرحلة. لازم يبقى عندك رد فعل احسن من كده. صحيح. لازم الى اكشن بتاعك يبقى اجريسف اكتر من كده. لازم اعمل رد فعل وملكش دعو بالنتيجة. الجمهور هيقدر ده. رد فعل في الملعب في الكورة. انا ما قالك النادي الاهلي محتاج مشروع. اللي محتاج مشروع. اه. اللي محتاج مشروع ده نادي بقال له خمس سنين باخدش بطولات. اه. ما عندوش فرقة. اه. لكن النادي كل السنة بياخد بطلتين ثلاثة. بطلتين ثلاثة. صحيح. ده محتاج انضباط فني. وانضباط قطة لبس. صحيح. وصارم. 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 طبعا. صارم. تقريك في السوارش او مش مش رايك في تقييمه الفني اه اختياره. اختيار مدرم ما. بوتنشال ما. طرام النادي الاهلي اختاره. يبقى اختاره عن. بعناية. اه. وطرامة على حد علمي. ما هو الجزيد دخل في الاختيار. يبقى بناصر كلنا. والنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيصر فيه. صحيح. لكن ما تخنقوش بالوقت. ما تخنقوش بال. في ايه. ما هيشتغل في امتى وفين. ويعمل. لازم تاخد. تاخد وقته. لازم ياخد وقته. اه. وانا سعيد اساسا بتكوين الجهاز. اه. لان طول الوقت انا كنت محترد على اتنين في الجهاز بس اللي بيشتغل. ده ما انفعش. فرقة النادي الاهلي. ما انفعش فرقة كبيرة تاني. فيه كم كبير جدا من الشغل. صحيح. ما انفعش فرقة كبيرة تاني. فالشكل الجهاز هيشتغل. وهيبقى كويس. صحيح. لكن هو مش زنبه انه جاي على كل تلات يومين. ولا كل تلات ايام ماتشات. في حالة لعيبة مش كويسة. لازم اللعيبة ترجع الحالة دي بسرعة. بسرعة. لازم قط اللبس تنضبط وتبقى فيها. يعني مش عايز اقول خرزانة. سيد عارف هو بيعمل ايه. فكل الحاجات دي اللي محتاجها لنادي الاهلي. صحيح. قبل ما قربنا عن نختم يعني لأسف في الوقت اللي بيجري بسرعة ده. عايز اخد رأيك في كلمة مشروع لمنتخم مصر. اه. ده مهمة جدا. احنا دايما يتقلنا مشروع لمنتخم مصر. واحيانا الناس بيلخصوها في فكرة انه مدرب يجي تعمل مشروع. لا. هو يعني ايه مشروع? هت بتعمل مشروع وتجيب مدرب وتقوله لو طلعت من بطولة افريقيا هتروح. بالزبط كده. لا. يعني ايه بقى مشروع? المشروع لازم يبقى واضح. شاشة كبيرة زي دي يا ردي شاشة. مهم. وتتحط واحد اتنين تلات اربع تجيب ناس متخصصين على حازم انتوا بركات. مهم. وتعودوا وتحطوا كل اللي انتوا عايزينوا في كرة القدم. من القطاعات والمتخبات. من المسابقات الناشئين. مهم. ده طبعا بعد اختيار مدير الفني. مهم. للاتحاد. مهم. وبعدين تجيب المدرب. انا عندي فرقة اعمارها. يعني احنا ما هادش يجي تكلم على الحلال والتجديد دلوقتي. احنا احلينا. صح. وجددنا. صح. لو هتقعد تحسبها هتلاقي ان احنا احلينا وجددنا. صحية. انت اخب بالك. صحية. كان عنده جرأة غريبة يعني. كان عنده جرأة غريبة. مين ده ده فيه ماتش. ماتش السنغال. بس مش فاكر اسمه. السنغال بتنزل في الوقت اضافي. لاعب من بريس سانجرمان. وهو بينزل مهند لشين. فانا بقول له انت انت ايه يا اخي. انت. لأ. وعادة كان بيتقلل ايه دايما الجملة الشهيرة. لأ اعتبت بقى على صحاب الخبرات في الوقت الصعبة ديت. هو بينزل في اي وقت. لأ لأ. ما اخد الدند. اول درس في القصة دي من البطولة العربية. صحيح. المشروع. اه. فانت تيجي وتحط ده. للناس. واعلامك. وللجمهور. وتحطه. وتعمل مؤتمره. وتزيعه. مم. ده اللي على اساسه تختار المدرب. صحيح. وتقعد مع المدرب. انا مشروعي اهو. مم. وتختار المدرب اللي ينفذك المشروع. والمشروع مرتبط بالوقت. هو اللي اربع سنين. هو اللي يحط مشروع ولا يستنى المدرب يحط المشروع. معه مشترك. بالضبط. انت هتروح انا باتفاوض مع كريم. اه. احنا عايزين نقعد. عايزين نعمل. عندنا مشروع كورة. عايزين نعمل كورة. وننظامها. اه. بالل اربع سنين. اربع سنين. هتقول لي. اتحاد قاعد سنتين. يكمل السنتين. اللي يجي يكمل مع مع. ما نعملش قطع للشغل. صحيح. ما هو قطع الشغل ده. اللي عمل مطشين دول. نظبوط. انت اخي بالك. طه كابتن اعب جلال. اهب الظلم. لانه ما اخد وقته فنيا. ما اخدش. ما اخدش اي حاجة. طيب. ما الحقش للعيبة تصابت. ولعيبة راحت. ولعيبة جات. وهي معاد الاجندة ده متقيل. صحيح. لان هي معاد اجازات حتى اللعيبة المهمة. صحيح. فانت تقعد ده. وتعلن ده للناس. الناس هتصدقك. لما تحس ان فيه حاجة متغيرة. مهم. وبتعمل حاجة جديدة. مهم. وانت بتعمل حاجة جديدة. انت هتصدقك. مهم. وانت انت كاتحاد دلوقتي. تحديدا. محتاج ده. مهم. محتاج ده كجزء من حاجة هتعملها تطوير الكور. ميش. انت دلوقتي. الراجل قاعد بنبرة بقى. مش موجود في جهاز المنتخب. قاعد بقى في الاستوديو هنا. وفيه ماتش المنتخب مصر. في دور الستاشر في كاسر اوام الافراقائي. واخسرناه. هتقول المدرب ده لازم يكمل. طبعا. مهم. لو انا قاعد عالطرابيزة ومقتنع بالمدرب. مهم. ومقتنع بشغل المدرب. وجايبوا عن اقتناع. مهم. وجايبوا على ده. وشرحت للناس. مهم. وهيحصل كذا. وهيحصل مطباط. مهم. وهيحصل كذا. بس يا بقى ما تعمليش المشروع هنا. وتروح عامل لي مسابقة بايزة. ايوة. ما هو في حاجات كلها مربوطة ببعض. صحيح. ما انت النهاردة جايب خبير اجنابي عاش تطور التحكيم. مهم. يبقى التحكيم يتطور. مهم. والمسابقة تتطور. مهم. لوايح تتطور. مهم. انضباط جمهور يرجع. عشان تلاقي منتخب. سعيد. لكن احنا كل مرة ناخد حتة من مكان. وبعدين نسيبها. ونروح واخدين حتة من مكان. هنغير. وانا هنغير نروح واخدين حتة من مكان. . لا والجميل اللي بتلاحك احنا هنغير من مشروع. هنغير مشروع. ما مكنش في مشروع. ما غلط، غلط، عشانك انا محبهاش تتقال بدون تفسير، يعني دايما الناس بتقولها بدون تفسير، مين اللي محتاج مشروع، انه الاهلي مش محتاج مشروع، انه الاهلي بياخد بطولات، عايزت جدد في رقيتك، انت بتاخد بطولات وانت بتاخد بطولات جدد، اثنين تلات اربع لعيبة، خمس لعيبة، املى المراكز، نادي عايز يبقى استثماري، بيجيب لعيبة صغيرة او مغمورة، وبيشتغل زي تجربة ماجد سامي، رائع احسن تجربة في اخر خمس على فكرة في الرياضة بشكل عام، مش في الكرة، انا بتكلم اه طبعا عنده سكواش، وعنده اعارف، لكن اكتر ناس دلوقتي كويسة على مستوى الدوري، لعيبة ودي دجلة، اللي راح هنا من راح هنا، لكن هم اتعاملوا فنيا مش صح، دي الحاجة الوحيدة اللي بعيب عليهم فيها، انه مكنش عندهم قناعة بالنحية الدفاعية خالص، عشان كده هبطوا، لكن كتجربة نادي استثماري احسن نادي، هو ودي دجلة، ده يتقال عليه مشروع، صحيح، لكن ما جيش اي حاجة قسطنا جاي بمدرب مشروع، هو فيه اه ركبه ميكروباس، شبرة خلافاوي، كبتن دايا دايما بستمتع بحضرها جدا شرفته، حبيب يا كيمو، والله كنت مبسوط جدا، انا بشكرك شكرا لنا، جانا مبسوط وبشكرك وبشكر اعدادك، يا ربي خليك، اللي بيسهروا بس الدور بيسهروا بقى كل يوم، نحن اللي سهرناك النهار ده، مرة واحدة بس خلاص، يا ربي خليك، يا ربي خليك، دايا شرفته، نورت يا ربي خليك،